بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية أذكركم بما رأيناه في الفيديو الذي سبق هذا الفيديو ونحن ما زلنا في هذا الفيديو الثاني ما زلنا في بداية إن شاء الله علوم القرآن فلقد عرفنا القرآن الكريم لغة واصطلاحا وكذلك وضحنا بعض المعاني بعض الكلمات التي وردت في تعريف الاصطلاح للقرآن الكريم فقلنا القرآن الكريم هو كلام الله المعجز الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا فنحن ما زلنا في البداية هذا التعريف الجزء الذي قرأت من التعريف فلقد عرفنا يعني بيّنت لكم معنى الكريم معنى كلام الله ومعنى المعجز ومعنى المعجز لغة واصطلاحا قلنا هو الروح الأمين من هو طبعا الروح الأمين قلنا هو جبريل عليه السلام والآن سأشرح وأبين لكم معنى الوحي وللتذكير فإن دروسي إن شاء الله ستكون متسلسلة هذا من الأحسن أن تشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد ونحن ما زلنا في البداية يعني من الأحسن اشتركوا الآن لكي يصلكم كل جديد يعني لكي تصلكم الدروس بالترتيب إن شاء الله قلنا سنبين المعنى اللغوي أولا للوحي فالوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى عن غيره أظن أن المعنى واضح والوحي في القرآن له معاني كثيرة القرآن ورد فيه الوحي بمعاني كثيرة فلقد ورد بمعنى الإلهام الفطري للإنسان كأن يلقي الله شبحانه وتعالى من أفكار ومعاني في نفس عبده كما أوحى لأم موسى أو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص الآية 7 وكذلك أتى بمعنى الإلهام الغريز للحيوان وكذلك الله سبحانه وتعالى يلقي في نفوس مخلوقاته من الحيوانات يعني هذا هو المعنى الغريز للحيوان كالوحي للنحل في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا صورة النحل الآية 68 وكذلك جاء الوحي بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإحاء كإحاء زكارياء لقومه قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صورة مريم الآية 11 كذلك جاء بمعنى وسوسة الشيطان فإن الشياطين تزين في نفوس ابن آدم بعض الشرور وهذه ما تسمى بوسوسة الشياطين وجاء بمعنى الوحي كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون أوليائهم ليجادلوكم صورة الأنعام الآية 121 هنا عفوا كتبت إلى مرتين نعم نتمم وكذلك جاء بمعنى ما يلقيه الله من أوامر لملائكته قال سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا صورة الأنفال الآية 12 هذه كانت هي المعاني التي أتى بها الوحي في القرآن وعرفنا كذلك قلنا الوحي لغتا هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى عن غيره نعم أما الآن فالمعنى الإصطلاحي للوحي والمعنى الإصطلاحي للوحي هو إعلام الله إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بدون واسطة نعم وهنا نضيف إن شاء الله آية يعني تجمع أنواع الوحي آية من القرآن أنا نسيت أن أضيفها في الدرس هنا هذه الآية قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَ نَوْمٍ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًا صورة الشراء الآية 51 ونتمم قلنا الوحي كان ينزل من الله على الأنبياء قلنا بواسطة أو بدون واسطة فلدينا الوحي بدون واسطة يكون إما بالرؤية الصالحة كما وقع مع سيدنا إبراهيم حيث رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام قال تعالى وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ صورة الصافات الآية 105 وكذلك هناك طريقة أخرى للوحي بدون واسطة وهو بالكلام الإلهي من وراء حجاب كتكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى كان يكلم موسى ولكن من وراء حجاب يعني أن موسى عليه السلام لا يرى الله وكلم الله موسى تكليما كما جاء في صورة النساء الآية 164 نعم قلنا وهناك الوحي بواسطة الوحي بواسطة وهذه الواسطة هو ملك الوحي كما نعلم أن جبريل عليه السلام هو ملك الوحي ويكون على حالتين الحالة الأولى يعني كان جبريل يأتي محمد صلى الله عليه وسلم على حالتين الحالة الأولى كانت أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن جبريل كان يأتيه مثل صلصلة الجارس يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع صداع شديد يعني مثل صوت الجارس وهذا قيل لكي لا يسمع ما حوله ولو كان في مجلس وأتاه الوحي لا يسمع ما يدور حوله يسمع الوحي فقط هذا كان أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعده كثيرا صلى الله عليه وسلم والحالة الثانية هي أن يتمثل له الملك رجلا يعني جبريل كان يجي للرسول صلى الله عليه وسلم على حيئة رجل قلنا أن يتمثل له الملك رجلا وهو أخف من سابقتها يعني أخف من الحالة الأولى حيث يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان كان يعني عادي كأنه يحاور أو يسمع لأحد أصحابه يعني هذا كان لا يعذبه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول فيكلمني فأعي ما يقول يعني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني يعني يعني يقضى يعني ذلك الوحي وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما جاء في الوحي وكذلك يكلمه فأعي ما يقول يعني كلام عادي وكما جاء في الحديث هذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله وسنتم في هذا المجال يعني ما زلنا نحن بصدد شرح ما جاء من الكلمات في تعريف الاصطلاح للقرآن الكريم إن شاء الله كل كلمة على حدة يعني سنفصل فيها كثيرا كما رأينا في هذا الفيديو كان خاص عن الوحي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمتم في رعاية الله وحفظه ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله وجعلها الله في ميزان حسناتي وحسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر